السلام عليكم ورحمة وبركاته طلبة الصفاء الثالث الأداء لدرسي اليوم بعنوان سميرة موسى تعالى تعرف على بين هي سميرة موسى سميرة موسى ولدت عام 1917 بقرية سنبو التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية وتلقى التعليم الأولي بكتابة الكتاب القرية حيث أتمت حفظ القرآن الكريم وظهر نبوغها في المدرسة الأولية بالقرية وبدأ حبها الشديد للعلم والمعرفة ورغبتها في الكشف عن الغوامض وأدراكت كمان سميرة موسى أن العلم هو الهدف والرسالة والقص فاتخذت قرارها مبكرا أن العلم أولى من كل شيء وأي شيء ثم اتقلت سميرة موسى مع أسراتها إلى القاهرة بعد كده أتمت تعليمها السنوي وأصرت أن هي تكمل تعليمها في الجامعة وإمام إصرارها ده وافق والدها على قرارها التحقت سميرة موسى بكلية العلوم بجامعة القاهرة وكانت الأولى في جميع سنوات الدراسة وبعد كده حصلت على درجة الماجستير وبعدها غادرت سميرة موسى مصر راحت لإنجلترا في بأس علمية عشان تحصل على درجة الدكتوران وبعد كده حصلت عليها في مدة 17 شهرا فقط وتبعت دراستها من أجل الاستخدام السلمي للزرة وكان ده في مكافحة مرض السرطان خاصة بعد أن دخلت أمها في صراع طويل مع هذا المرض وبعد كده عادت بعد انتهاء مدة الباسة لمصر وحصلت الدكتورة سميرة موسى على منحة دراسة أو منحة دراسية للولايات المتحدة الأمريكية كانت تكلمتها في 1951 عشان تدرس الزرة بجامعة كليوفورينيا وأزلت العالم كله بنتائج أبحاث وفي مجال الزرة خاصة في الأوساط العلمية في أمريكا وأوروبا وكانت بتحب أو كانت تأمل أن هي تسخر علمها في الزرة لخير البشرية وليس الهدمها فدعت العقد مؤتمر دولي بكلية العلوم وكان تحت شعار الزرة من أجل السلام وكان شارك فيه كبار العلماء من جميع بقاع الأرض بعد كده ذهبت ساميرة موسى لأمريكا عشان تكمل أبحاثها والتعريف الشعب الأمريكي بقضية بلدها ووصلت أبحاثها في الزرة وبدأت تتبادل الأفكار مع الأسدزة في الجامعات واطلعت على أحدث ما وصلت إليه أبحاث الزرة هناك وفي أغسطس من عام 1952 أعلنت إحدى الصحف المصرية نبأ وفاة الدكتورة ساميرة موسى حيث هوت سيارتها فجأة من قمة جبل وماتت ومصر ما نستش ابنتها العظيمة فقد قامت بتكرمها عندما منحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسامي العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1981 وأطلق اسمها على إحدى مدارس وزارة البيئة والتعليم بقريتها وتقرر إنشاء قصر ثقافة بيحمل اسمها في قريتها والكلام ده كان عام 1998 بعض المفردات اللغوية اللي وردت في الدرس كتاب ده مكان لتحفيز القرآن الكريم بالقرية والجامع كتاتيب نبوخ تفوق أدركت علمت وفاهمت السلمي أي من أجل السلام والعكس الحربي تأمل أو تأمل تطمح وتريد تسخر تهيئ وتعيد شتى مختلف والمفرد شديد هوت سقطت وسام نشان والجامعة أو سمة في مجال الزرة أي في علوم الزرة ومن العلوم الحديثة التي يسعى لها العالم خلاص الدرس إحنا النهاردة كلمنا عن نبوخ ساميرا موسى في المرحلة الأولية بالقرية والضحاق ساميرا موسى بكلية العلوم بعد كده حصلها على ماجستيل وحصل بعد كده على الدكتورة من إنجلترا وكان كل اهتمامها بالاستخدام السلمي للزرة تدريبات الطالب وتقدر تقرأ التدريبات اللي قدامك دي بعد ما تسمع شرح من على موقع نفهم وتقدر تحل الأسئلة وكده أتمامنا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته